الموت هو أساس فعل الخيرات في الحقيقة وذكر الموت الإخوة والأخوات حياة للقلوب يقول بعض السلف لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي لأن الموت في الحقيقة هو البوابة للدار الآخرة عندما تتذكر الموت فأنت تتذكر لقاء الله جل وعلا وهذه أعظم حياة للقلوب إذا تذكرت الموت تستعد للقاء الله تحاسب نفسك وتعمل لآخرتك ذكر الموت ليس معناه أن الإنسان يجلس حزينا متثبطا لا يعمل ولا يتكلم لا بالعكس كلما أكثر الإنسان من ذكر الموت ازداد نشاطه وارتفعت همته قويت عزيمته على فعل الخيرات ولهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الاكثار من ذكر الموت قال أكثر من ذكر هادم اللذات يعني الموت وكما جاء في رواية فما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه عليه وهذه الحياة الحقيقية الطيبة سأن إذا كان في ضيق في مصيبة فذكر الموت هان على كل شيء سيقول هذه الدنيا اختبار مهما ضاقت بي الأمور اشتدت بي الكرب فسيأتي الموت وسأنجو من هذا الغم والهم والتعب والنصب إلى النعيم المقيم فما هو إلا صبر أيام قلائل ثم أنتقل إلى النعيم